السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين تسعتاش اشباط فبراير طبعا اليوم عنا الجوزاء موجودة القمر موجود بالجوزاء ورح يظل موجود بالجوزاء لغاية الساعة ثلاثة واربع وعشرين دقيقة من صباح اليوم الاثنين وبعدها بده ينتقل لبرج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة واربعين دقيقة من بعد ظهر يوم الاربعاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الاسد القمر الان موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة واربع وعشرين دقيقة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش بعدها بده ينتقل لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج القمر بما انه موجود في برج الجوزاء لغاية ساعات الصباح فمنظل نشعر بالنشاط والرغب في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن نتقلب بأفكارنا وفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ولا ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء من التجهل تغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر اللي هو خلو المسار السلبي ولكن لهذا خلو المسار مدة أربع دقائق رح يبدأ الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 23 و24 دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لا برج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي هي الأربع دقائق هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوب أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 23 و24 دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش القمر بنتقل وبيستقر في برج السرطان عشان هيك من هذا الوقت وما بعده بنشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط جدا وما نحاول خلق جو من الأمان إلا ولا أحبائنا ولا أطفالنا إحنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى ممكن هيك تراودنا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا إنه يضرف الدموع حتى تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام لأنه خصوصا لما يتعلق بالأكل والشرب ومراقبتهم لأنه بالفترة هاي الشهية بتكون مفتوحة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأنه حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو الاهتمام يعني الدرجة الزيادة بأطفالنا أو قضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة الحدث اللي رح يصير بعد الانتقال المباشرة هو انتقال الشمس من برج الدلو لبرج الحوت اليوم الساعة أربعة وثلاث عشر دقيقة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيج بتنتقل الشمس لبرج الحوت وبالظل موجودة في الحوت لغاية الساعة ثلاثة وست دقائق من صباح يوم الأربعة عشرين ثلاثة فخلال الفترة المذكورة بيجتازوا موليد الأبراج المائية زي الحوت السرطان العقرب ومعهم موليد الأبراج الترابية الثور والعذرة والجدي فترة إيجابية أفضل بكثير من الفترة الأسبوع الماضية أكثر المتضررين من وجود الشمس في الحوت هم موليد برج الحمل أيضا الميزان وأقلهم العذرة طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة فيها تأثيراتها والزوايا وأيضا تأثير كل برج يعني تأثير الشمس على كل برج كيف رح يكون منصح الجميع أن يحضرها لأنها تعتبر هاي توقعات شهر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبرضو بتمنحنا العطف والمودة بنح ضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نبادر بعملية جراحية كبرى لإلها من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والريئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار والجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي راجع طبيبنا وزي ما حكينا لا تصلح للعمليات الجراحية اللي تتعلق بهاي الأعضاء ولكن باقي أعضاء الجسم بعد انتقال للقمر ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان خلو المسار القادم بيكون الساعة 36.37 دقيقة من صباح يوم الأربعاء 21.02 وبيستمر حتى تمام الساعة 41 دقيقة بعد الظهر لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 10 أيام في تمام ساعة 41 دقيقة صباحا بصير 11 يوم نسبة الإضاءة 82% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس حكينا كانت في الدلو رح تنتقل للحوت ورح تظل في الحوت ليوم 23 طبعا سعيدة الآن هي بنسبة 45% في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 15% القمر في الجوزاء ورح ينتقل لبرج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان ليوم 21 اثنين سعيدة الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% ساعات الظهر سعيد بنسبة 60% عطارد في الدلو حتى يوم 23 اثنين منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 11 ثلاثة منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 22 ثلاثة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثاور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بظل فيه نشاط لليوم الثالث على التوالي في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء ما تتهربوا من المسئوليات وانكثرت وحذروا من الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء كثيرة ولكن ممكن أنك ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتهتموا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات من الآن ولغاية ساعات الصباح ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية أما من ساعات الصباح بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار افسح الرأيك بجدارة وحرية عزز علاقاتك وابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طهر من المال فحاذر إهمال الوضع الصحي والجنب الإهمال والإرهاق بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا عندكم قدرة عالية على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها الطاقة رائعة وأيضا في حيوي ونشاط من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمحوا لها بالتراكم فكر بمنطق عالجوا الأمور الطارئة فورا ممكن تحدد توجهاتك الفكرية أو الاجتماعية أو حتى السياسية وبرضو اليوم ممكن تعرف لقاء داعم لا إلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان التعب اللي بتشعروا فيه كل ما اقتربنا لساعات الصباح ببلش يخف تدريجيا من ساعات الصباح القمر بوصل عندك فبتمتلوا نشاط وحيوية وبتعيش لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات خلال هذا اليوم ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطتك وبتستعيد حياتك رونقها وحيويتها حتى اليوم بتكون انت ملفت للانتباه لا الجنس الآخر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بدأت طاقتك تنزل شوي شوي صحيح انه في نشاط اجتماعي ممكن تلتقوا بعض الأصدقاء ممكن يكون في دعوة لمناسبة أو لقاء اجتماعي ولكن طاقتك ضعيفة لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب اللي في الصباح رح يوصل لبيت متاعبك فبتدخلوا من ساعات الصباح فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم وبسجل هذا اليوم ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء يحتاج إلى قرار قطعي حاول انك تتأجل شوي لحديث ما القمر يوصل لعندك بيكون أفضل واتخلص من عادتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن ولغاية ساعات الصباح وحاول انك ما تجازف وما تغامر وما تعمل أي شيء أعمال مشبوهة أما من ساعات الصباح فهون بتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة أكثر بيطمئن بالك لأنه ممكن تحصد بعض الدعم والتأييد من معارفك أو من أشخاص حواليك بيدعموك بشكل كبير وبرضو بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وتعد العلاقات لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد من الآن ولغاية ساعات الصباح صحيح أنه في نشاط بالاتصالات والحوارات ولكن ما في حضوظ أما من ساعات الصباح هنا بتبدأوا اتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين نظموا وقتكم بشكل جيد وكون واضح في أولوياتك وما تدع أحد يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه عندك قدرة عالية جدا لسرعة البديهة وسرعة الخاطر وإيصال المعلومة وذكاء حد جدا خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة من الآن ولغاية ساعات الصباح بتهتموا بالمسائل أيضا تتعلق بفوتير أو دفعات أو ترتيب وضع مالي أما من ساعات الصباح وما بعد بيصلكم خبر سار من خارج البلاد أو من بعيد وتعتبر هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضوظ ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد ولكن فيه اتصالات بعيدة فيه خبر من أجنبي أو من شخص خارج البلاد أو من مؤسسة تعليمية وممكن تلتقي بعض الأشخاص حول طولة حوار للتفاوض أو تعالج مسائل متنوعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي من الآن ولغاية ساعات الصباح فعشان هيك ما بعد الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة دقق في التفاصيل أيضا إذا كنت مضطر لتوقيع على أوراق أو التعامل مع أشخاص بأمور مالية برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وانتبهوا لصحتكم أما من ساعات الصباح وما بعد فهنا القمر بصير مقابلك تماما ابتنجحوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن هاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات اتجنب ردات الفعل العنيفة فترة سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث والقمر شوي بيجعلك مضطرب ومرهف الحس بتشعر بالارتباك والغضب ولكن فيه نوع من أنواع الطاقة موجودة ولكن مش بالشكل الكافي بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد وأنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة ونشاط وبتمارس عملك بحماسة حاذر من اضطراب صحي أو تقلبات صحية في هذا اليوم وأيضا من مشاكل مع زملائك بالعمل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل المسائل العائلية هي اللي مش غير فكركم أو صحة أحد أفراد العائلة مثلا أما من ساعات الصباح وما بعد بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حول معالجة الأمور براوية وابتعد عن التعقيد ممكن يصير في حوار أو نقاش ما بينك وبين أحد الأبناء أو تهتم بمسألة تتعلق بأحد الأبناء أو حتى تهتم بصحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء